خبر ده برضو من الأخبار المهمة لجماهير كرة القدم في النادي الأهلي بعنوان موقف المصابين في الأهلي قبل الموجهة المرتقبة مع الوداد المغربي رقم واحد كابتن محمد شناوي حارس الفريق بيشارك لأول مرة في تدريبات الأهلي مساء السلساء اللي هو النهاردة بشكل جزئي بعد صبته بتمزق في عضرة السمانة أمام الترجل تونسي بيقترب بذلك من اللحاق بمباراة الوداد المغربي في نهاية دور الابطال أول حد معنا كابتن محمد شناوي إن شاء الله بإذن الله هو الحمد لله شارك النهاردة في التدريبات بشكل جزئي بإذن الله حيلحق بمباراة الوداد الأولى لحتلعب هنا في أستاذ القاهرة الرقم اتنين في ملف أو سجل المصابين في نادي الأهلي كابتن علي لطفي حارس الفريق بيشارك في تدريبات الأهلي بشكل جزئي برضو بيصبح جاهزا بشكل كبير لأنه يتواجد أمام الوداد في المباراة لعب هنا إن شاء الله على أستاذ القاهرة ذلك بعد الشفاء من الشد في العضلة الخلفية الحمد لله تطميننا على كابتن محمد شناوي وتطميننا على كابتن علي لطفي تالح حد معنا كابتن حمدي فتحي لاعب خط وسط نادي الأهلي بيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بعد تخلصه من الإجهات في العضلة الخلفية وكان يعني كابتن حمدي فتحي هو الأقل من حيث الإصابة مقررة نطمين بكابتن محمد شناوي والكابتن علي لطفي